جاية? اه طبعا. بس الراجل ده انا بشوف ان الراجل ده برضو عنده حتة كده يعني. لا انا لاحست في الراجل ده حاجة. انه بيشيل? لا اه صراحة. بس لما بيحصل موقف جامد. يعني احمد عبادر اعاد في التلاجة. انا ارتلك الاسبوع اللي فاتوا. ستما بس احمد عبادر اعاد في التلاجة. يعني انت فاهم? احمد عبادر حصل موقف معك كده مشابه اعاد في التلاجة دي بقى. شوية اعاد شوية. يا جبعة بس هنفهم. موضوع انه قاعد في التلاجة دي فده لفظ في الكورة هما كباتين عارفينه يعني. يعني ما حصل موقف ما بينه قاعده في التلاجة شوية. تمام. فده تفتكر انه ممكن افشل يقعد في التلاجة شوية? اه لا هو يقعد شوية في التلاجة. هو يقعد عشان انت بردك انت جاي. جاي وتقول ديانج راجع. واخد بالك والحتة ده كلها تبقى ملياني. والراجل ده ما تعرفلوش هو بيلعب بطريقة. يعني انت اسبوع اللي فاتوا سألتني قلت لي الماتش بتاع مزيم بسهل. قلت لك انا ما اضمنش الراجل ده. لو حطت تشكيل كويس ايه. اله لا يكسب. لقيت وحطت بردك تشكيل ملغبة الدنيا خاصة. بس حاجة بقى اخيرة عشان عارفك بس كوة الراجل ده. انت كهربة لو موجود في ايدي تاني وبحصل ما لايه بحصل ده? انت اما تخيل ان كهربة كان ممكن يسكت? يعني كهربة. اه طب. لو في نادي غير نادي الاهلي. طب. بنزل تلاتين ثانية كل ماتش. اه. والنهاردة ما عليش جايب لو تتكلم بقى جايب مودست. المفروض ان الكهربة الطبيعي ان كان وسام بعد جادة كهربا بعد كده مود. مع ان اعزو لك الحاجة. ممكن الناس برضو اتهاجمني. لو هتغطت بالتلاتة بالنسبة. وسام لعيب كويس. بس الكهربة زي ما وسام جاب جون صعب الماتش اللي فات. الكهربة جاب خمسين جون صعب الندر ايه. كيمكنيات كهربة احصنعت فيهم التلاتة. كيمكنيات كهربة احصنعت فيهم التلاتة. في اللي هو بيعرف اتحرك كويس. هم التلاتة مش تسعى مبدئيا. اللي هو تتكلم على لعيب كرة وسام عند وسام الفرق بينه وبين كهربة وسام عنده قلب. بيتحرك كويس. بس دي برضو مشكلة كابتو ابراهيم بيتحرك بره كتير. بيتحرك بره كتير. على فكرة جون النهاردة على. منهم. هو اتحرك بره بس اللي ساعده برده اكتاو. هو تفتوهم اتحرك تاو ام دخل. ام دخل اول. بس كهربة الواحدة اللي بيعرف اتحرك. يعني كهربة وامان في الملعب بتلاقي الاهلي شكل تاني. انا مش عايزه بس يخسر كهربة. مش عايز كولير يخسر كهربة مفعش يبقى بعيد خلص كده. لازم تبقى برضو مخلي ما. هتحتاجوا في النهار. هتحتاجوا كهربة بجد احسن كهربة لعيب كبير. وكهربة كسب نادل اهلي كتير. وكهربة جاب بتلاقي النادل اهلي مهمة. كده انا بيعجبني في كهربة لما بينزل ملعب بيعمل النوش. لا كهربة لايب كبير. بيكهربة. اقول لك على حاجة انا مش اتدى نفسي ان هو الحد دلوقتي كهربة اللي احترموا الادب ده بجد تحسب يعني ان هو بجد يعني كهربة بقولك ما يستحملش ده في اي حتة تانية. كهربة اللي هو قاعد كده وما بيتكلمش وما بعملش اي حاجة. انا نفسي مستغرب. انا نفسي مستغرب. انا انا بعمل حاجات ساعات انا بحب كولر انا بحب كولر انا بحب كولر انا لما بيركز عارف لما بي بيقعد كده يمسك اللاب توب بتاع وبيدرس الفرقة بيشتغل. انا متعليش ان لو حد ما كان الرجل ده تلات اربعة سنين دول كان حقق اللي رجل ده حقق. ده. الرجل ده وصل لابعد نقطة اي اهلاوي يتمناها. الرجل ده هو بس صحاجة واحدة ومية حياتي. النادي الاهلي يجيب رقم تسعة بفلوس. مفيش مشكلة يدفع فيها رقم كبير عشان كسى عالم القندية مش هينفع كل سنة. النادي الاهلي هيروح ياخد تالت او رابع. النادي الاهلي خلاص في القرى انت خلاص مالك القرى. في الدوري انت مالك كل حين. النادي الاهلي مش ناقصه غير ان وقت تسعة مالقندية. ده حية. مش مش صعبة. انت ماتش انت السنة اللي فاتت. واسم النادي الاهلي كبيري جيب اي لا. صدقني النادي الاهلي ناقصه تسعة. انا انا وسام لعيب وبقولها من دلوقت. لا انت كده 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 محتاج مهاجم. كل الناس اللي بعد الجون اللي فات ده اطبله لو سام. لا لا لا. انا بقول لك وسام مش تسعة. كده 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 مهاجم قول. كلامك صح? النهاردة فيه كورتين يجيبهم. لو لو تسعة كان جابتش الامام حط له. لو السنة كده ببقى. واحدة جوه. دي حي. هو حاب يرجع تاني. هما الفرود التسعة اللي خلاص يروح عجون على طوق. ماتش النهائي اه يلعب بوسام ولا يلعب بكهربا? انا عايش انا سابق الاحداث الشيء بس من دلوقت. لا هناك يلعب بوسام. بوسام. هنا هلعب بكهربا? لا الراجل هلعب الاتنين بوسام. ماتش الترجل. انت تتكلم عن الراجل هو الراجل هلعب الاتنين. الاتنين وسام. يعني ما ماتش الترجل يلعب هناك بوسام ولا يلعب بكهربا? الاتنين وسام. انا انا اتمنى ان هو يبتدي بوسام عادي ينفيش مشكلة بس الكهربا ينزل. ماتش البطولة. عند وقت. ماتش البطولة هلعب بوسام. انا انت تتكلم على القناعاتي ولا الراجل هامل ايه? ما اتكلم على ماتش البطولة لو ملهاش علاقة ووسام لعيب كوي بتكلم على الخبرات بتكلم على اللي ممكن يخلص لك الموضوع الراجل هلعب ووسام انا عايز كهرباء يلعب بس راجل هلعب ووسام بس انا لو بسألني عرأي الشخص انا انا عايز كهرباء لعب هو كهرباء رقم واحدة كهرباء في افريقيا وعرف الموضوع في الماتش النهاية انا بختلف شوية ممكن كهرباء لان خبرات كهرباء اكتر طبعا وكمان ضغط الجماهيري والكلام ده كهرباء عنده مستهن لو بلعب اليمين وبالشمال لو نهايات اجواء نهايات كهرباء لايب كام نهايي كهرباء لايب نهايات كفراء والماتشات دي بتبعيز الخبراء بالزبط في واحدة